انتصار أو أي مكسب أو أي شيء جابي خلاص بينتهي وبناخد منه وبنبني على اللي بعدين ناد الأهلي بيبني على المباراة القادمة وهي مباراة ودي دجلة هتكون يوم الأربع إن شاء الله وعلشان كده الأهلي بيستعد بتمرين بكرة على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة واللي حصل عليها الفريق اليوم عقب فوزه على الإلالة السوداني 2-1 والأهلي حصد من خلالها أول ثلاث نقاط في بطولة دوري أبطال أفريقيا بكرة إن شاء الله التمرين هيكون الساعة 10 صباحا التجمع وبعدها التمرين بساعة يعني هيكون التمرين الساعة 11 بعد التجمع اللعيبة هتتجمع فيه الساعة 10 ماد الأهلي بيستعد المباراة ودي دجلة هتكون يوم الأربع المقبل إن شاء الله ضمن المنافسات بطولة الدوري الممتاز ماد الأهلي بيسعى طبعا لإستمرار الانتصارات وإستمرار تقلق وإنسجام كل اللعيبة اللي موجودين وبيحاولوا في نفس الوقت إن هو يشتغل على اللعيبة المصابة علشان يرجعوا إلى فريقهم منتصر وفريقهم في أفضل حال علشان يضيفوا مع زميلهم كل ما هو إيجابي وكل ما هو جديد للنادي الأهلي وجماهير طبيب النادي الأهلي يكشف آخر تطورات في حالة محمود متولي طيب ده خبر مهم جدا وأنا أعتقد إن إحنا محتاجين نتكلم فيه بشكل مفصل ونقول لحضراتكم الخبر الصحيح علشان كل شوية بيكون فيه أخبار متدولة في كل شيء لكن زي ما قلت لحضراتكم موقع رسمي للنادي الأهلي وقناة النادي الأهلي هم يعني المنصتين اللي لو أي حد من جمهور النادي الأهلي حذب يعرف أي أخبار يعرفها من خلال قناة النادي الأهلي والموقع الرسمي للنادي الأهلي وبالتالي تصريح من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قال فيه إن محمود متولي مدافع الفريق أجرى أشعة مؤخرة أفبتت التقام تمزق العضلة الخلفية بشكل جيد وده الجانب الإيجابي الحمد لله اللاعب عضليا خلاص تم شفاءه على خير دكتور خالد وضح إن المتولى يبدأ من بكرة إن شاء الله الحد الجاري حول الملعب على هامش مران الفريق طبيعي جدا أن جماعة اللاعب لما طبعا يعني بيكون عنده إصابة وربنا بيشفيه وعافيه منها يبدأ أنه هو يجري علشان خاطر النحة البدنية عنده تكون مؤهلة أنه هو يشارك مع زميله سواء في التدريب الجماعي أو حتى في التحاق بالمباريات علشان كده محمود متولي هيجري إن شاء الله زي موت حدركم هيبدأ الجاري حوالين الملعب وفي بدايته لتنفيذ اللاعب لبرنانجو التأهيلة داخل ملعب التتش متولي هيجري أشعة جديدة إن شاء الله كمان أسبوعين علشان نتأكد بشكل نهائي أن حتى بعد ما اللاعب خلص تأهيله أنه هو جاهز 100% وأنه هو ما عندهش أي توابع أو عنده بعد الشر حتى لو 1% أي شيء من الإصابة لسه موجود متولي طبعا بيخضع مع فترة التأهيل مع الكابتن أكيد طاري عبد العزيز وأيضا بيشرف مع أحد الأطباء الألمان اللي كان اتعرض عليه في دبي ونصحه أنه لا يتعجل بعودته إلى أرض الملعب صالح جمعة ينتظم في الميران بعد اكتمال جهازيته صالح جمعة لعبي فريق الأول لنادي الأهلي ينتظم في ميران الفريق غدا بعد اكتمال جهازيته من الإصابة واللي اشتكى منها واللي أعبادته على المشاركة الجماعية في الميران مع اللعيبة اشتكى صالح أبل كده في الإصابة في العضلة الضمة وخضع لبرنامج علاجي وتأييلي ليأكد الجهاز الطبي جهازيته اللاعب للمشاركة الجماعية والأهلي زي ما حضركم عارفين حصل على راحة من التدريبات النهاردة بعد الفوز اللي حققوا إمبارح أخيرا توماس بانيكل مخاططة الأحمال بيجهز برنامج خاصة للتخلص من الإجهاد الرجل ده عليه شغل كبير جدا وهو بالنسبة يعني أكثر من 50% بيعتمد عليه كل شيء سواء مستر روني فايلر المدير الفني أو حتى اللعيبة بشكل عام أنه هم إزاي تخلصوا من الإجهاد وفي نفس الوقت بدلان يكونوا جاهزين وقفين على رجليهم علشان يقدروا أنه هم يكونوا في أحسن حال في مباراة يوم الأربع أمام ودي دجلة الصعب اللي معاه مدير فني محترم مستر تاكيس جونياس ومباراة ثلاث نقاط بطاعة مهمين جدا 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 وبالتالي مستر توماس فانيكل مخطط الأحمال للفريق الأول لنادي الأهلي بيضع برنامج بدنيا خاصا للعبين التخلص من حالة الإجهاد العضلي بعد المشاركة في مباراة بانيسويب في كأس مصر وبعدها مباراة الهلال السوداني في بطول الدوري أبطال أفريقيا الجهاز الفني طبعا زي ما قلت لحضراتكم بيعمل جاهدا على توفير كل صبل الراحة سواء للعبين في المرحلة السابقة أو اللعبين في المرحلة القادمة والمقبلة والمهمة كل ما بنخلص مباراة لكن طبعا لازم نبص ونبني عليها لمباراة جاية بثلاث نقاط جديدة في مشوار جديد سواء أفريقيا أو محلين علشان نشوف النادي الأهلي وهو إن شاء الله يعني بدون أي مقطعة بطلا لبطولة دوري أبطال أفريقيا الغائبة من سنة 2013 جمهور الأهلي مش بيقدر يستحمل أي غياب على منصات التتويج وده حق الجمهور على اللعيبة وحقنا كمشجعين أهلوية لجمهور ولعبي النادي الأهلي لأن احنا دايما نكون رقم واحد نروح لفاصل علشان بعدها نرجع نستقبل الناقة الرياضي الكبير والصحفي الكبير الأستاذ عسلام شرطوت ولكن بعد الفاصل شكرا